ومن غرفة العمليات العالمية في عاصمة الرياض ينظم معناه مراسل الإخبارية خالد الربعي مساء الخير خالد يعني بداية أريد أن أسألك وأنت تتواجد الآن في غرفة العمليات العالمية والحديث قبل قليل حول منصة التطوع الصحي كم هو العدد الإجمال الذي وصل حتى الآن من حيث عداد المتقدمين خالد خلال يعني تقريبا أقل من نص ساعة يعني ازداد العدد من الثمانين ألف إلى مئة ألف تجاوز المئة ألف متقدم أو يرغب بالتطوع هذا الإقبال الشديد الذي نراه على منصة التطوع الصحي الذي أطلقته وزارة الصحة قبل تقريبا أقل من ساعتين بالتأكيد يؤكد بأن المواطن السعودي وحس المواطن السعودي الخيري التطوعي موجود هذه رغبة من قبل المواطن لحظنا ورصدنا وتابعنا خلال مواقع التواصل الاجتماعي رغبة المواطنين والمواطنات بتقديم المساعدة والتطوع لكل أمر يخص هذه الجائحة ونحن نعيش بهذه المرحلة يعني الأمر لا يتصر فقط على وزارة الصحة أيضا هناك متطوعين لجهات وقطاعات أخرى داعمة نتكلم عن مثلا التنظيم نتكلم عن ترتيب جداول نتكلم عن أمور إدارية نتكلم عن أمور ميدانية كل من يرغب بالتطوع يرغب بالتطوع يا خالد سيجد هذه المنصة متاحة له لتقديم هذا التطوع كما ذكرت الصفة الخيرية وصفة التطوع والله الحمد مغروسة فيه كل إنسان ينتمي لهذا الوطن لو أريد أن أطيل خالد معي في هذه اللحظات الدكتور سفر البتار وهو مدير عام مركز التطوع الصحي في وزارة الصحة للحديث أكثر عن هذه المنصة دكتور منصة جديدة عمرها ساعتين فقط ووصل العدد إلى أكثر من مئة ألف كيف تعلق؟ أولا أنا أشكرك أخير غالي وأشكر قناة الإخبارية في الواقع هذه المنصة هي مجرد أداة تأتي لاستمرارا وامتدادا لجهود وزارة الصحة في تمكين التطوع الصحي بشكل فاعل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونحن نقدم في هذا الجانب ونستقدم كافة الكفاءات والطاقات التخصصية والمساندة لتقديم الخدمات التطوعية ويأتي هذا في الواقع استجابة لرغبات المزيد والكثير من المواطنين والحقيقة المتطوعين سواء متخصصين أو غير متخصصين الذين كثرت طلباتهم للرغبة في المشاركة وتقديم الخدمة التطوعية للمساهمة بفاعلية في مواجهة هذه الجائحة في الواقع نعم استقبلنا الآن حوالي 100 ألف أو أكثر من 100 ألف مسجل عبر هذه المنصة ونحن نسعى لتمكين كل ما يمكن تمكينه من هذه الطاقات والكفاءات من باب الاستجابة لرغباتهم وتمكينهم وكذلك يعني عكس روح التطوع وروح المبادرة وحس المسؤولية لدى أفراد هذا البلد المعطى نعم دكتور 100 ألف هؤلاء الآن تقدموا على المنصة كيف ستتعاملون معهم؟ في الواقع الكوادر الطبية العاملة في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا يعني يعملون بشكل مستمر وبشكل فاعل وبشكل جيد ونحن نريد أن نساهم في مساندتهم إذا دعت الحاجة لا سمح الله عز وجل هناك العديد من المسارات التي يمكن تمكين المتطوعين فيها لدينا التطوع المجتمعي لدينا التقص الوبائي لدينا الفرز والفحص البصري هذه مجالات يمكن أن يتم الاستعانة بالمتطوعين فيها لدينا كذلك تقديم الدعم في المحاجر الصحية مساندة الكوادر الطبية الموجودة قد يكون لدينا احتياج في أقسام الطوارئ أو العناية الحرجة ممكن أن تكون هذه مسارات يمكن أن يمكن فيها المتخصصين من المتقدمين عبر هذه المنصة أكيد دكتورو هذا ما تعودناه من المواطن السعودي في ظل الدعم الذي يجده من حكومة المملكة العربية السعودية وتسير الذي تقوده وتقدمه حكومة المملكة وهو أحد أهداف رؤية 2030 بلا شك وأنا أستغل هذه الفرصة لأرفع باسمي وباسم كل متطوع ومتطوعة في هذا البلد أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على كل الجهد وكل الدعم وكل التسهيلات والتمكين الذي يتقدمه حكومة هذا البلد المعطاء لكافة أفراد هذا البلد لفعلا تمكين المتطوعين وتمكين الكفاءات والطاقات والاستفادة حقيقة من كل كفاءة وطاقة ويمكن أن يستفاد منها واستجابة لرغباتهم وتمكينهم بشكل فاعل للمساهمة في هذه الجائحة دكتور سفر البتار شكرا جزيلا لك طبعا كان معي دكتور سفر وهو مدير عام مركز تطوع الصحي في وزارة الصحة خالد بس إشارة سريعة لأن كل متقدم خصوصا الممارسين الصحيين يتم تقديم دورة تابعة لهيئة التخصصات الطبية للوقوف على جاهزيته واستعداده جميل كل شكر لك مراسل الإخبارية خالد الربعي من مركز أو غرفة العمليات الإعلامية شكرا جزيلا لك خالد